تنصب جهود الدولة من أجل طي صفحة الماضي للحجار وفتح صفحة جديدة تهدف للنهوض بشعبة الحديد والصرف في الجزائر ليكون الحصن المنيع لمرافقة المشاريع الكبرى على غرار خطوط السكك الحديدية فبالنسبة لمركب سيدال الحجار ومنذ زيارة الأخيرة للوفد الوزاري الذي تقدمه السيد الوزير الأول مرافق بأربع وزارة بما فيهم وزير الداخلية وجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة والإنتاج السيدالاني ووزير العمل والتشغيل وضمان اجتماعي وكذا وزير الطاقة والمناجم وكانت رسالة جد قوية تتمثل في المواصلة مرافقة مراكب سيدال الحجار للنهوض أكثر بالاقتصاد الجزائري بصفة عامة والصناعة في الجزائر بصفة خاصة فبالنسبة لنا كمسيرين في هذا المراكب فنحن بصدد القيام بإجراءات تنظيمية داخلية وكذلك تحديث في خطة التنمية أي في مشروع الاستثمار السير المفعول حسب توجيهات للجهات الواصية يعاول مركب الحجار على التسريع في تسيد مخططه لتكون انطلاقته الجديدة باستخدام أحدث التكنولوجيات للعودة بقوة وبلوغ معدل إنتاج يمكنه من غزو السوق الداخلية والتوسع خارجيا ويتمثل هذا التحديث في مشروع التحول التكنولوجي يعني استعمال الغاز الطبيعي عن طريق التخفيض المباشر يعني الاريديكسيون ديريكت بدلا من استعمال فحم الكوك وهذا عن طريق الفرن العالي وهذا هو المعمول به من طرف المنافسين في السوق الوطنية بالنسبة لمركب الحجار فهو يعني يشغل حاليا والإنتاج انطاعه يعني وصلوا بالنسبة للمنتوجات المسطحة إلى أكثر من 230 ألف طن وبالنسبة للمنتوجات الطاويلة يعني تعدينها يعني 100 ألف طن يعني المجموعة وصلنا يعني حتى إلى أكثر من 330 ألف طن حتى إلى شهر سبتمبر ونحن نشاء الله باش نوصل من الآخر السنة إلى أكثر من 450 إلى 500 ألف طن في السنة بالنسبة للمنبيعات هو في حوالي 29 مليار دينار جزائري ونطمح للوصول إلى 35 حتى 37 مليار دينار جزائري في آخر السنة مركب الحجار يعد مركبا ضخما وواعدا بالنسبة للصناعة الحديد والفولاد في الجزائر فعودته إلى الواجهة وبقوته الكاملة سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويدفع بها إلى التقدم والرقي ليشكل لبنة من لبنات الاقتصاد الوطني التي نفتخر بها